وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب اسم الموصول وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مجتملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه قفل هذان البيتان في صلة الموصول لأن الجملة التي فيها موصول مكونة من اسم موصول ومن صلة ومن عائد وقد ذكر أكثر الموصولات ثم ذكرها هنا صلة الموصول فقال وكلها أي كل الأسماء التي ذكرت والتي لم تذكر يلزم أن يأتي بعدها صلة مشتملة على ضمير هو العائد وهذا الضمير لا بد أن يكون لائقا أي مناسبا فلا تأتي بضمير جمع للمفرد وسيأتي المثال في البيت الثاني وتفصيل ذلك في قوله وَجُمْلَةٌ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ شِبْهَ جُمْلَةٌ والجملة معروفة إما أن تكون مكونة من مبتدأ وخبر أو أن تكون جملة فعلية وأما سبه الجملة فهي الظرف والجار والمجرور ومثل لذلك فقال فَمَنْ عِنْدِي الَّذِي بِنُّهُ كُفِلْ مَنْ عِنْدِي هذه جملة مكونة من اسم الموصول وهو مَنْ أي الذي عندي وصلت الموصول وهي عندي وهي شبه جملة لأنه ضرف وقوله ابنه كُفِل الذي ابنه كُفِل هذه جملة أخرى مكونة أيضا من الذي وابنه كُفِل وابنه كُفِل هذه هي صلة الموصول وهي جملة لا محل لها من الإعراب ولا بد أن تجتمل كما قال على ضمير اللائق وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى وإلى اللقاءة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر